بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الاعزاء مدرسة قرطاج اليوم احنا راح نتكلم عن معادلة الدائرة للصفة التاسع معاكم معلومة المادة ايمان القرعيشي بداية راح نعمل مراجعة على اول نوعين اخدناهم كنا اخدنا معادلة الدائرة انه ممكن قと思ى والعليم عندما يكون انا عندي معادلة الدائرة التي مركزها نividades 00 وطول نصف قطرها هي سين تربيع وطول نصف قطرها هي سين تربيع وساد تربيع تساوي را تربيع. ايضا اخدنا الصور القياسيkar معادلة الدائرة مركزها نقطة دال تلها وطول نصف قطرها هي سين ناقص دال لكل تربيع زائد ساد ناقصها لكل تربيع يساوي را تربيع حديوية المعادلتين بحثة حادة 굉장히 المعادلتين التي احنا اتكلمت عليهم بالحصوص السابقة سوف نتذكره مع بعض شوي من خلال بعض الأمثلة في عندي هذا المثال الأول طالب أني أوجد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة في بعض الحالات نتبه معي هون على الحالة الأولى عندي المعادلة الأولى اللي طالب نوجد لها المركز ونصف القطر سين تربيع زائصات تربيع وثاو مية وعشرين عشان أعرف على أي طريقة بدأ أحل أو أي معادلة رح أستخدم رح نرجع مرة تاني للمعادلات هاي سين تربيع زائصات تربيع تساو مية وعشرين أي معادلة بتشبه معادلة مركزها نقطة الأصل ولا صورة قياسية منلاحظ أنها بتشبه المعادلة على نقطتها مركزها نقطة الأصل إذن رح نمسك هاي المعادلة عندي سين تربيع زائصات تربيع تساو مية وعشرين إذن المركز هون رح يكون هو نقطة الأصل سفر سفر نصف قطرها وهو عبارة عن عندي المسألة سين تربيع زائل صاد تربيع يساوي راتربيع إذن راتربيع عند اللهون هي عبارة عن إيش مية وواحد وعشرين إذن نصف القطر يساوي باخد مية وواحد وعشرين بس لأنها راتربيع إذن رح أخذ لها الجذر إذن يساوي إذن يساوي 11 نصف قطر هذه الدائرة من نطلع الآن نجبه معي مع المعادلة الثانية عند المعادلة الثانية صاد ناقص 2 لكل تربيع زائد سين زائد 4 لكل تربيع يساوي 18 سأرجع مرة ثانية لأنها تعلمتها بالحصة السابقة وأرى أي نوع من المعادلات التي نتعلمها نجع مرة ثانية لدي معادلة دائرة مركزة نقطة الأصل معادلة سين تربيع زائد صاد تربيع لا تستفيد منها نجي على الصورة القياسية أنه عندنا المركز دالها طول نصف القطر را المعادلة لها سين ناقص دال لكل تربيع زائد صاد ناقص ها لكل تربيع يساوي را تربيع إذن هاي بتشبه السؤال اللي معانا إذن رح نكتب هاي المعادلة الصورة القياسية لإلها في عندي سين ناقص دال لكل تربيع زائد صاد ناقص ها لكل تربيع يساوي را تربيع هلا بيجو نطبق عندي هون بالبداية سين ناقص زال بس بطلع فوق صاد ناقص سنين هون صاد ناقص ها سين زائد أربعة إذن أنا راح أحكي هون عندي المركز بدي أنتبه وانا بس أحكي عن المركز راح أاخده لهو الإحداثيات راح تكون عندي دال فاصلها راح يكون عندي يساوي دال اللي هو بدا شوفه مع مين مرصب الدال مع فيه إحداثيات السين القوصل فيه سينات إذن بجو بطلع على السينات عندي سين زائد أربعة إذن راح يكون دال هو أربعة بس بخدها مع إشاريطة يعني سالي بأربعة لأنه عنده هون ناقص دال هون عندي زائد أربعة إذن مخالفة باجي هلأ لصاد ناقصها بدي أطلع نقطة ها ها بأخدهم عند الصادات إذن هي اتنين إذن المركز في هاي المسألة سالي بأربعة اتنين نصف القطل هو راح تربيع بساوي 18 عندي راح تربيع بساوي 18 وأنا بدي راح لحالها أو نصف القطل لحاله جدر التربيع للعدد 18 إذن عندي طلعنا المركز كان سالي بأربعة اتنين ونصف القطر اللي هو جدر 18 بردو معي هاي الدائرة معادلة الدائرة الموجودة قدامنا هون 30 ناقص 6 لكل تربيع زائد 3 صاد زائد 12 لكل تربيع يساوي 36 هلأ بردو بدي أتباع نفس التربيع بالخطوات بالمسائل السابقة أشوف أقارنهم بالنوعان أول نوعان أخي تعلمناهم بشبه ما بشبه معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل إذا رح نروح على الصور القياسية لمعادلة الدائرة نلاحظ أنها فيها تشابه رح نكتبها الصور القياسية الصور القياسية هي عبارة عن سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص ها الكل تربيع يساوي رأي تربيع هلأ نحضر نطبق ونشوف أنا هون بيطلع هون سين ناقص دال بلاحظ أنه سين ما معاها رقم بذيما بالمسألتي في معاها تلاتة تلاتة سين تلاتة صاد إذا هلأ بما عندي تلاتة سين ناقص ستة رح أنا أحاول أخليها تشبه الصور القياسية كيف تخليها تشبه الصور القياسية رح أعمل عملية إخراج عامل مشترك سين طبعا العامل المشترك تلاتة سين ناقص ستة أكد رح يكون تلاتة بس ستطلح تلاتة تربيع إذا رح يكون عندي تلاتة تربيع بفتح قوس سين ناقص ضل عندي اتنين الكل تربيع زائد بجع عندي القوس الثاني ثلاتة صاد زائد اتناش برضو رح طلع عامل مشترك لهو تلاتة تربيع نفتح قوس صاد زائد أربعة الكل تربيع يساوي ستة وتلاتين نكمل تلاتة تربيع هي عبارة عن تسعة في سين ناقص تنين الكل تربيع زائد تسعة صاد زائد أربعة الكل تربيع يساوي ستة وتلاتين تسعة نلاحظة سأقسم ها كعامل مشترك أتخلص منها أقسم كل المعادلة أو طرف المعادلة هون بقسم على تسعة وهون رح أقسم كمان على تسعة وبرضو بعده اليساوي سأقسم على تسعة ضل عندي مختصر سين ناقص اثنين الكل تربيع زائد صاد زائد أربعة الكل تربيع تساوي ستة تلاتين على تسعة تساوي أربعة منلاحظ أنها نفس الصورة القياسية التي نحن تعلمنا عنها الصورة القياسية سين ناقص ذال الكل تربيع زائد صاد ناقص الكل تربيع يساوي رات تربيع إذن نطلع إحداثيات المركز المركز في هذه المسألة وهو إحداثيات دال ها ما لدينا يساوي دال ناقص من اثنين وهون ها سال بأربعة ضل علي نصف القطر نصف القطر الذي تربيع عندي هون أربعة الجدي تربيع للأربعة الذي يساوي نصف القطر بهذه المسألة كان يساوي اثنين طلاب سنجعل ثاني نذكر كم حكينا المعادلة معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل حكينا عنها سين تربيع زائد صاد تصوير تربيع الصور القياسية لمعادلة الدائرة كانت سين نقص دال لكل تربيع زائد صاد نقص ها لكل تربيع تصوير تربيع لحظة دول شكلين من أشكال معادلة الدائرة شكل الثالث هو الصورة العام من معادلة الدائرة شو هي الصورة العام من معادلة الدائرة إن سين تربيع زائد صاد تربيع زائد ألف سين زائد بصاد زائد جيم يساوي سفر هاي هي الصورة العامة لحظة لطلاب انه بهاي المسألة عندي طرف يمين وطرف يسار لأنها معادلة بس دائما أنا شرط أساسي أن الطرف اليسار يجب يساوي سفر الآن سوف نتحدث عن بعض الملاحظات بالنسبة للمعادلة العامة تبقى عندي بالطرف اليمين هنا سين تربيع صاد تربيع ألف سين بصاد أول شرط على المعادلة العامة لابد أن تكون معامل سين تربيع معامل صاد تربيع تلاحظ أنه معامل سين تربيع وصاد تربيع واحد شرط أساسي أن يكون معامل سين تربيع يساوي معامل صاد تربيع وما يساوي العدد واحد هذا الشرط الأول إذا أوجدته بالصورة العامة هلأ عشان أريد هذه المعادلة التي أطلع لها مركز أنا بهم للدائرة أطلع لها مركز هنا قاعدة المركز زالها وهو سالب معامل سين على معامل صاد على 2 وإذا أطلع إحداثيات المركز وقاعدة راه أو نص القطر وهو دال تربيع زائد هات تربيع ناقص وهو حدث سين تربيع 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 على الصورة العامة القياسية طلاب انتبه معي طلب من هذه المسألة أني أنا أوجد إحداثيات المركز طول نص القطر هل تشبه النوع الأول سين تربيع زائد صورة تربيع لا هل تشبه الصورة القياسية طبعا نلاحظ أنها لا تشبه الصورة القياسية إذن تتشابه مع الصورة العامة من لاحظ أنها تتشابه مع الصورة العامة إذن نشوف شروط الموجودة فيها أول شرط باجأ أطلع على سين تربيع وصاد تربيع الشرط الأولاني أنه يجب يكون متسويين سين تربيع معامل سين تربيع معامل صاد تربيع متسوي كون واحد بطلع مزبوط هنا معامل سين تربيع واحد معامل صاد تربيع واحد إذن باجأ أطلع شرط الثاني لأنه لازم كل المتغيرات تكون على جهة اليمين وجهة اليسار يكون فيها سفر إذن هذه شرط موجودين عندي إذن نبدأ نطلع إحداثيات نقطة المركز حسب القاعدة في القاعدة التي احتفقنا عليها إحداثيات سوف أكتب القاعدة التي سالب معامل سين على 2 فاصلة سالب معامل صاد على 2 هلأ منطبق نطلع معامل سالب 6 سالب 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 أصلي سالب على 2 نكمل ثم 8 سالب 8 سالب 8 سالب 8 سالب سالب 8 ثم 6 2 3 3 ثم 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 4 إحداثيات المركز ثم 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 يساوي هو را تحت الجدر رح اخذ دال تربيع زائد ها تربيع ناقص الحد الثابت جيم رح هلا اطبق على القاعدة وانتبه معه انا بطبق دال تربيع هي احداثية المركز هي عبارة عن ثلاثة تربيع زائد سالب اربعة تربيع ناقص باش هلا اطلع على الجيم الجيم هو الحد السابت باخذ مع اشارته رح اخذ الحد السابت جيم مع اشارته رح نحكي سالب 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 تربيع يمكن ان تربيع سالب ويساوي ستة إذن طول نصف القطر يساوي ستة وشكرا